ماذا؟ ما بدك تقول؟ نعم حالياه انا بحب اشكر شركة عزوز yapmışتين اهتماما في ومة طبنت و احب ان ذلم شكر صاحب ومدير هذه الشركة الاستاذ عزوز عزيز عمه لك عمه لك تعب عشو عم تراكك جد الاستاذ عزوز عزيز око احب ان ذلم شكر صاحب ومدير هذه المؤسسة الاستاذ عزوز عزيز ها هو فعلا انسان كبير يعني عنك , لك و Blockchain إذا ساقلوك من قرزيزز يقول من انا صغير وقلهم انه انا ما كنت بتصور انه فيه حدا بالدنيا بيتجرق وبينتجلس اديه اوكي؟ وليك شو ما سألوك ما تعتلهم انا معك رحكون اصلا بكل المقابلات والظهورة الاعلمية بتعرف دعما لمسيتك الفنية وشو بعدك؟ حاكي فيه كتير اه استاذ انا وين بيعد؟ انت مرحت العبد شو؟ شو بق؟ لحظة لقلك انت بتحط عوانات سود ومن لبسك بدل سودة وبتأمن الحماية لعبده شو؟ انا بودي امن الحماية لعبده؟ لا 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 يا استاذ لا هم تغلق وين رحت بالخلفية الادارية؟ لا ما تنخذني يا استاذ لا انا بودي ياك حبيبي هادي خمسمائة دولار مصاريف والبدل السودة علينا والعوينات كمان علينا كيف؟ عمره ما يكون فيه خلفية الادارية يلا حاضر لا بدي اطلع البس ما البست بعد؟ يا ابني الشفار نترنا تحت يلا يا ابني خلصنا خلصنا بودي انت بتضل هون اه؟ اي بضل؟ مينموم اليوم ضيفنا ضيف مميز دخل العالم الفن من بابه العريض صغير بس فعله كبير الحلم يلي كان عم بيراوده هو صغير عم بيتحقق اليوم بفضل شركة انتاج اعطت الكثير لكبار الفنانين واطلقت اشهر النجوم يلي كانوا مغمورين بسبب قلة المكتشفين ضيفنا اليوم فنان ورمز من رموز الوطن وطبعا واكيد رح يرفع اسم بلده بالعالي صوت وصوت وادا متميزين نهج موسيقى جديد وبحة صوت بتخرق القلب بدون استئزان خلونا سوا نرحب بالمطرب المميز الفنان عبده مرسي مرسي الله خليكي استاذ عبدو خبرنا مين حضرتك عرفنا عن حالك مين هو عبدو يلي شاغل الناس باغنيت دار بالسوق حاليا بالحقيقة انا اول ما شفت عبدو حسيت انه هالصبي عنده شي وحوالت اعمل من هالشي شي اكبر شي يعني محر بيتوقعوا محر بيتصوروا وبالحقيقة عبدو رح بيكون ظاهرة على صعيد الغناء الشعبي نعم نعم طيب استاذ عبدو كيف بلشت تتغني؟ بالحقيقة بالجامعة بالجامعة قاعدين هيك على بانك وعب يغني مويل فسمعتو فاخدتو تبنيتو واطلقتو وهلق بدي قبو نعم استاذ عبدو سمعنيك بالسديل الجديد طبعك يلي بيحمل العنوان عدا عن إنه عبدو تغني عدة ألوان غنئية سمعني لك كوكتيل أغاني قديمة سمعني لك أغاني رومانسية وسمعني لك كمان نوع جديد من الغنى بأغنية عدا عن إنه يلي اسمها بيحمل عنوان الكاسات خبرنا شوية مع مين تعملتو؟ من ملحنين؟ شو عرا؟ أنا تعملتو؟ تعملنا مع الشاعرة عشتاروت عشتاروت معروفة بالأغاني الرومانسية وتعملنا مع شاعر جديد بالساحة بس هلأ إنه بطل بالساحة لأنه صار بالحبس بس قبل نحنا أخذنا منه الأغاني الوطنية والأغاني الثورية بس ما فينا نقول عن اسمه لأنه قربي يطلع يعني حرام وتعملنا كمان مع ملحن جديد بالساحة أول سنة صنقان كونسيرفاتور وفي أنا ملحن غنيتين بالسدي هلو كثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر